تحت شعار تقارب نظمت جمعية منتدى إفراني للثقافة والتنمية مساء أمس الاثنين بشاركة مع جمعية فاسيس بإحدى فنادق الدار البيضاء مؤتمراً صحفياً في نسخته الأولى لمهرجان إفران الدولي بالفترة الممتدمة بين الخامس عشر والسابع عشر من هذا الشهر الجاري وبالمناسبة صرحت أسيا هجر رئيسة الجمعية أن المراد بهذه البادرة فضلاً عن إنتاج حدث احتفالي المساهمة في الانفتاح على مختلف الثقافات والرقي بالثرات التقافية المغربي لمدينة إفران وثنميته والمساهمة في الترويج سياحياً للمنطقة بالنسبة للمهرجان إفران نحن نطمحه من خلال هذا المهرجان لكي نحاول نبيع المنتج إفران مدينة إفران بطريقة أخرى وبالنسبة لأننا نرى هذا المهرجان فقرات غير فقرة افتتاحية لتنشيط الدائم إن شاء الله دي المدينة من خلال لورا سيكون فقرة غنية إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي هي تنقسم ما بين فن الطبخ والصهارات بالليل والتنشيط التقليدي سيكون الافتتاح الفعالي للمهرجان يوم الجمعة الخامس عشر يوليوز في فضاء أرز بلادي الذي سيحتضن حفلاً غنائياً للفنان الكبير كادم الصاهر وسيدة الأغنية الأمازيغية والشعبية نجاة اعتابو إلى جانب نخبة من الفنانين المعروفين محلياً اليوم جاءت المسؤولة بمدينة إفران تحرص على أن يكون لها واحد المنتوج من العيار التساقيل فكرات أن يكون عندها مهرجان بيصبها ولا بيطابع دولي حاولت استضافة فنانين من العيار التساقيل الحمد لله إحنا وخاءنا البداية تكون شوية صعبة ولكن رغم الصعوبات إن شاء الله المنتوج ياروك فنون الطبخية الأخرى ستكون حاضرة بمشاركة ثلة من كبار الطبخين والمختصين في فن الطبخ المغربي العريقي والمتنوع وذلك بغية تقريب جمهور المهرجان من تنوع المطبخ المغربي عامة والمحلي خاصة ترجمة نانسي قنقر